السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبناءنا الطلاب نتكلم اليوم عن فصل جديد من فصول مقرر عمليات الفصل وهو الفصل بواسطة البلورة عمليات الكريستاليزيشن حقيقة المصطلح كريستاليزيشن is one of the very well known unit operation terms كما يعلم أبناءنا الطلاب بأنه unit operation هذه من المصطلحات الخاصة بطلاب الهندسة الكيميائية والتي تعنى بالأجهزة المصاحبة للعمليات الصناعية المختلفة فنحن دائما بنقسم أي مؤسسة صناعية بعدة أنواع من التمثيل الهندسي أشهرها الblock diagram الblock diagram عبارة عن process process هذه عملية تحتوي هذه البروسس على عدد من ال unit operations فمثلا قد عملية الفصل it is a process قد تحتوي على dryer قد تحتوي على cyclone قد تحتوي على pump قد تحتوي على عدد مختلف من الأجهزة التي تعمل مع بعضها البعض بصورة متناغمة كمنظومة متكاملة لتنفيذ process معينة عملية crystallization بتعد من unit operations الهامة جدا في العمليات الصناعية لماذا؟ لأن هذا النوع من الفصل بواسطة البلورة له العديد من الطبيقات الصناعية وينطبغ على الكثير من المنتجات المعلومة لدى الإنسان في حياته اليومية فمثلا صناعة السكر ينتج عنها بلورات معروفة للطلاب تكوين الملح ينتج عنه بلورات معروفة لدى الجميع فكل هذه الأنواع المختلفة من البلورات لها الكثير من الطبيقات وعليها الاعتماد في الحياة اليومية ليس هذا فقط وإنما هناك الكثير من التطبيقات الهندسية لعملية البلورة لا سيما في الصناعات البيولوجية والصناعات العضوية لماذا؟ لأن هذه العمليات تقتضي المحافظة على المنتج النهائي بصورة جيدة وهذه المركبات في الغالب تتأثر بصورة كبيرة جدا بواسطة الحرارة مثلا إذا نظرنا إلى عملية فصل الماء بنجد بأنه الطاقة اللازمة لتحويل كيلو جرام واحد من الماء بواسطة عملية البلورة تتطلب هذا القدر من الكيلو جولز بينما نفس الكمية من الماء تتطلب هذا القدر لتبخيرها من هنا يتضح بأن عملية البلورة تستهلك طاقة حرارية أقل فمتى ما كانت عملية البلورة متى ما كانت عملية الفصل تتطلب التعامل مع مركبات ينبغي الحفاظ عليها وتتأثر بصورة سلبية بعملية الحرارة كانت عملية الفصل بواسطة البلورة هي العملية المثالية كذلك في المركبات العضوية المختلفة إذا مثلا أخذنا المركب اللي أمامكم وهو معروف لدى الجميع هذا المركب إذا أضفنا له حرارة بالتأكيد ستؤدي هذه الحرارة إلى كسر هذه الروابط وبالتالي فقد هذا المركب ألهام جدا لذلك في كثير من الأحيان نلجأ إلى عملية البلورة متى ما كان الفصل بواسطة الحرارة يسبب مشكلة في للمنتج النهائي نبدأ دائما بتعريف العملية تعرف على عملية الكريستاليزيزيشن البلورة على إنها عملية فورميشن أوف صوليدز عملية تكوين مركبات صلبة عملية تكوين مواد صلبة من líquids من ملت من فيبر فازس نحن عارفين بإنه الفازس of the material are three it is the water the liquid liquid ولدينا الفيبر ولدينا الصوليد تكوين عملية الكريستاليزيشن نحن نتحصل على منتج من liquid أو فيبر لدينا هنا كلمة مهمة جدا وهي الميلتز الميلتز هي المواد المنصهرة طبعا إذا قرأنا بين الليكويد والملتز هذه الليكويد ممكن نسميها المحاليل والملتز هي المركبات المنصهرة فبالنظر إلى هذه الليكويد أو الميلتز بنجد بإنه الميلتز تحتوي على higher concentrations than those that we can find in the liquids and the solutions فب عملية الكريستاليزيشن هي عملية formation لصوليد من أي من هذه الفيزيس الثلاث المختلفة طيب كيف تحدث عملية الكريستاليزيشن تحدث بسبب فالتغيير ما بين ظروف الاتزان المختلفة اللي تجمع ما بين هذا الشكل اللي أمامنا دي هو عبارة عن علاقة وحنشوفها بعد شوية بين الصلب والفايبر والليكويد هذه الخطوط التي تفصل بينها تمثل الباوندريز التغيير في هذه الظروف التشغيلية تؤدي إلى تحويل أحد هذه المركبات من فيز إلى فيز آخر ودية من النقاط التي سندرسها بنوع من التوسع في هذا المقرر